لا صوت يعلو فوق صوت لقاء القمة بين الاهل والزمالك طبعا الجمعة اللي جاية شايف حضرتك الماتش ده ازاي؟ يعني مباراة كبيرة كالعادة ملهاش مقيس ملهاش حسابات جايف تقويت كويس جدا للفريقين الزمالك مستقرك على مستوى الصفقات ومدرب جديد في دفع قوية في مساندة من الجماهير العظيمة كالعادة يعني النادي الاهل مستقر برضو كالعادة فنيا المباراة كمان يعني في السعودية معمولة بأجواء طبعا كلها فوق الممتازة فمباراة الناس كلها مستنياها وجاية قبل كمان شهر رمضان الناس كلها تبقى متجمعوا على المستوى الفني وعلى المستوى التنظيمي تبقى مباراة عظيمة طبعا هل وجود المباراة في السعودية مع الجماهير والأحداث الكتيرة اللي احنا بنشوفها هيزيد من متعة اللقاء؟ طبعا بص كرة السعودية دلوقتي في حتة تانية يعني تنظيميا وفنيا والناس بتعمل حاجة على أحسن على أحسن وجه يعني فمباراة كتنظيميا بتضيف للمباراة فنيا كمان أقوى كالستوديوهات تحليلية وكفي الملعب وكأجواء وجماهيريا فالسعودية طبعا بتعمل كل حاجة دلوقتي يعني بكل احترافية فانا شايفها كمان يعني نهاية تبقى في السعودية بتبقى بتضيف أكتر يعني سخونة وإصارة لأن الناس بقى مستمتعا وهي بتفرق يعني هل الصفقات الجديدة لنادي الزمالك هتصنع الفارق في المباراة دي؟ يعني طبعا في ظل الظروف اللي كان بيمر بيا نهاية الزمالك الزمالك مكانش مستقر من ناحية الصفقات التوقيت دلوقتي توقيت كويس جدا نهاية الزمالك عمل صفقات كبيرة جدا عمل صفقات قوية جدا على أوليواتها وعلى رأسها طبعا عبدالله السعيد فمن ناحية الترانسفير ومن ناحية الإدارة الفنية كمان مدرب جديد يعني أعتقد أن الزمالك دلوقتي في مستقر كعنده فرايتي كبير في اللعيبة أنه هو يقدر يعمل تشكيل قوي جدا وعنده لعيبة تقال جدا فمثال الزمالك داخل وفرصه كبيرة جدا زيه وزي الأهلي توقعاتك بقى لنتيجة المباراة شايفها ازاي؟ يعني هو كده كده مرشل أهلي والزمالك يعني الحالة الفنية بتبقى حسب اليوم يعني بتبقى طبعا في عوامل الاستقرار وكل حاجة لكن طول عمر أهلي والزمالك ما فيش مقاييس في المباراة غير يوم المباراة على حالة الفنية بتاعت اللعيبة الحالة اليومية يعني بتاعت اللعيبة فالمباراة تبقى قوية جدا ما لهاش توقعات الزمالك قريب الزمالك عنده لعيبة تقدر تحسم والأهلي نفس القصة عنده لعيبة تقدر تحسم فمتهال هي تبقى حاجات بسيطة أو فروقات بسيطة جدا في المباراة هي اللي تقدر تحسم القمة تتمنى طيب ان الموتش يخلص كم كام؟ لا أكيد بتمنى ان الزمالك يكسب طبعا يعني يعني منهم متوقع يعني اثنين واحدة أو يعني النتيجة دي ممكن تبقى في الملعب لكن بتمنى طبعا ان الزمالك يكسب ويفوز بالقاء القمة هتفرق معه جامد جدا في الفترة اللي جاي يعني ترجمة نانسي قنقر